شكرا جزيلا لك مهند إذن شهدت طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي زيادة قياسية خلال العام 2022 وفق الأرقام التي أعلنتها وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء المنظمة كشفت أنها تلقت نحو مليون طلب لجوء خلال العام الماضي أي بزيادة أكثر من 50% عن العام 2021 كما أنه يعد العدد الأكبر منذ عام 2016 يرجع ذلك جزيا إلى إزالة قيود كوفيد وزيادة النزاعات ومشاكل الأمن الغذائي كان السوريون والأفغان على رأس القائمة إذ اعتبرت طلبات مواطني هذين البلدين الأكبر منذ عام 2016 حيث بلغ عدد السوريين 131 ألفا فيما بلغ عدد الأفغان 128 ألفا بحسب المنظمة فقد زاد عدد الأتراك المتقدمين للجوء إلى أوروبا بأكثر من الدعف حيث بلغ عددهم 55 ألفا بالمقابل شهدت طلبات الأجوء العراقيين تراجعا طفيفا حيث تراجعت عما كانت عليه بالعام 2021 أي بانخفاض بنحو 6% وهو الانخفاض الوحيد بين أكبر 30 مجموعة كشفت المنظمة أيضا أنها تلقت طلبات الأجوء بأعدد قياسية بالنسبة لمواطني تونس والمغرب لكن نسبة القبول لم تتعدى 5% وكان الأوكران تاسعة أكبر مجموعة لطالبي اللجوء من أوروبا أو في أوروبا لكن معظمهم سجلوا الحصول على الحماية المؤقتة ومن بين حوالي أربعة ملايين شخص فروا من الحروب وكانت الاتحاد الأوروبي للجوء قالت أنها زادت نسبة الموافقة على الطلبات بشكل خاص بالنسبة للسوريين والبيلاروسيين والأوكران والأراتريين واليمنيين بل والماليين كذلك هذا كل شيء عن اللجوء الذي وصف بأنه قياسي مقارنة بالأعوام السابقة مهند عودة إليك الآن لمتابعة غرفة الأخبار ترجمة نانسي قنقر